أبدى جمال حيمودي رئيس لجنة تحكيم الجزائري استغرابه من تعيين الحكم البولندي مارتينياكا لإدارة نهائي كأس العالم قطر الفين واثين وعشرين وفي حديثه للإذاعة الوطنية قال إنه كان يتمنى تعيين حكم من قارة أخرى وأنه من المفروض اختيار حكم من خارج قارة أوروبا وأمريكا وختم الحكم الدولي السابق بأنه يفتخر بالتحكيم الجزائري الذي كانت له فرصة في ربع ونصف نهائي مونديالي قطر